السلام عليكم ازايكم جميعا فيديو النهاردة هيبقى فيديو عملي بازن الله هنشتغل الروتيني اليومي او الروتيني الاسبوعي للطيور و ازاي ان انا بنبدأ ننظف الادراج ننظف المسائي ننظف كل حاجة داخل المزرعة ده الروتيني اليومي اللي احنا بنشتغل به هيساعد جدا ان الطيور تبقى منعتها كويسة تحافظ على طيورك من انتشار الامراض ده شيء مهم جدا لنجاح الهواية داخل المزرعة عندك وان دايما تبقى الدنيا مظبوطة مفيش انتشار امراض مفيش عدوى كتير مفيش النتر كل شوية يتعب كل ده بسبب النظافة فالنظافة هي شيء مهم جدا وده اللي خلانا عمل لكم الفيديو ووريكم انا ازاي بنظف مزرعتي بانتهى البساطة وفي وقت قليل جدا وبمجهود قليل بس النتائج تبقى ممتازة ان شاء الله اول حاجة النهاردة هي الادراج الادراج مهم جدا ان انا هنضافها ليه الادراج لان الادراج بقى فيها الفضلات ممكن فرد من الزوج يبقى تعباء الفرد اللي تعباء دوت بقى من الفضلات وممكن الفرد الثاني السليم اللي هو مشتعباء يبدأ ينقر او يأكل من الفضلات دوت هيسبب ان كده الفرد كمان هيتعب او هيتنقله العدوى نتيجة ان الفضلات اللي هو ينقر فيها او يأكل منها يبقى فيها العدوى بتاعت الفرد المريض فاول حاجة نشتغل بها النهاردة مع الطيول بإذن الله هي نضافة الادراج بنسحب الدرج كده بالراحة تمام؟ بنسحب الدرج بعد ما بنسحب الدرج بيبقى فيه اكل بيبقى فيه فضلات بيبقى فيه كل حاجة مبدأ ان انا هنضف الدرج بتاعي بستخدم سكينة معجون تأيدي كده تمام؟ سكينة معجون صغيرة تمام؟ بيبقى فيه اللي هو القشر بتاع الاكل بيبقى فيه اللي هو لو فيه بقسمات فيه مستنبت اهم حاجة انا بيبقى في الدرج انا ببصر على الفضلات بتاع الطيور لازم اتطمن ان فضلات الطيور كويسة جدا مش سيلة مجرد ما انا بس ايه افضل الدرج كده خلاص الدرج كده يبقى انا اتطمن ان الدرج بتاعي تمام طب هانا باكتفل كده لا طبعا انا لازم انطبق الدرج كويس جدا بعد ما منطبق الدرج كويس جدا وما يبقى ايه فضلات تمام؟ ببدأ كمان ان انا اطهر الدرج تمام؟ اطهر الدرج المطاهر اللي احنا بيستخدمه بصورة دورية عندنا في المزرعة تمام؟ انه هو ده المطاهر دوت عبارة عن يود وبرمنجانات بوتاسيوم تمام؟ وعليه كمان ملح وخن طبعا كل الحاجات دي بتقيتل اي باكتفل موجودة في الدرج او ايه فضلات فيها عدوى نبدأ ان احنا نتخلص من العدوى دي باذن الله نبدأ ان انا بخ على الدرج تمام؟ كان بخ كده خصوصا في الاماكن اللي هي تحت الوقافة اللي بيبقى عليها الفضلات تمام؟ وفي الجواند عشان ما يظهرش اي مثلا ثموم او اي حاجة من اللي هي تبقى عاملة زي الخيوط العرتبوت ديت اللي هي في الادراب كده الدرج بتاعي اتنظف اتطهر هل انا بابتكف كده؟ لا بابدأ ان انا باعت امسح الدرج الدرج ياخدش للطيور ونضيف تماما خليش معي انا بحاول اعمل خطوة بخطوة قدامكم تمام؟ كده انا باكدت ان المطاهر انا مسحت الدرج كله بالمطاهر وكمان ما فيش مطاهر الطيور هتنقر فيه تمام؟ الدرج يرجع ناشف الدرج يرجع جديد طول ما انت شغال كده في مزرعتك ومحافظ على الدرج بتاعتك بالطريقة دي ان شاء الله مش هتلاقي اي عدوى ومش هتلاقي اي مشكلة داخل المزرعة انا في موضوع النظافة ده يعني شديد شوية وما بقصرش مع طيوري لان انا عارف ان النظافة والتخزية هم دول اساس الطيور فيديو النظافة انا عملته لان احسنت ان انا من كتر الفيديوهات اللي بديلي والطيور بلاقي الدنيا متبهدلة جدا فكان لازم فعلا ان انا اعملكم فيديو عن روتين يومي داخل المزرعة اعمل انت روتين اسبوع يا سيدي يعني كل اسبوع نضف المزرعة بالطرقة دي ما هو الموضوع ما بيأخدش عشر دقيق تمام بس الفكرة ان انت تبقى متطمن ان الدنيا نظيفة عند طيوري طبعا انا وانا بدخل الدرجة لازم اخد بالي ان ما فيش صابع او رجل من ارجل العصفور سقطة بين السلك بحيث ان اما ازوق الدرجة كده مقفلش عليها اكثر رجل العصفور هنسي بي الدرجة الاخر عشان المايك طبعا انا عندي المزرعة ديقة فالحركة فيها صعبة شوية ببدأ ان انا جمع الادراج تمام؟ ببص على الادراج اكتمن زي ما قلنا ان الفضلات تمام ايه حاجة برضو ناخد بالنا منها في ناس كتير بتسألني عنها لما بيبقى الزوج معابد او الانسة بلاقي الفضلات حجمها كبير وهذا شيء طبيعي لان الانسة تكترى الورطة والانسة تكترى الورطة وتحتفظ فترة كبيرة وتخرج كل فترة كانت وتخرج الفضلات فطبعا يجب ان الفضلات تكون كثيرا طمعا ان الخضلات فيها ماء ممكن تلاقي الفضلات بتاع الانسة اللي رائدة على بيض او اللي بتأكل زغليل راحتها مش كويسة طالما الانسة رائدة على بيض ده شيء طبيعي طبيعي ان الفضلات لما هتتخزن في جسم الطائر فترة لحد لما الطائر يعمل اخراج ان الفضلات ديت كوامها هيبدأ يتغير ملمسها ورحتها هتبدأ تتغير ممكن تبقى سائلة شوية كل ده شيء طبيعي جدا خلال فترة الرؤاد وفترة التحزين للزغليل ان شاء الله لان الموضوع ده يسأل عليه كتير جدا لماذا الانسة فضلتها كده لماذا الزوج فضلته راحت وحشة كل ده يبقى سبب ان الزوج شغال ويأكل ويخرج الاخراج كل فترة كبيرة لان هو طبعا مع الزغليل باستمراء داخل العشرة تمام الدرج اللي عندي بقى له خمس سنين زي الدرج اللي عندي بقى له شهرين كل الادراج سليمة كل الادراج نظيفة محافظ على المستلزمات بتاع الطيور ببدأ ان انا اضافها باستمرار حماية الطيور تمام ورافع مناعة كويس جدا انت طول ما انت عندك الدنيا نظيفة وانت طيورها تبقى مناعة كويسة او لو جئنا ندصها جماعة هنلاقي في فضلاتها كبيرة فضلات كبيرة وسهلة شوية ده عشان الازواج الرنجو ماشاء الله حطت بيد وخلاص اشتغلت فلازم الفضلات بتاع الانسة تبدأ تجبر كده انا عملنا دورجين ثلاثة مع بعض طبعا انا بابدأ برضو في الاخر انا اضاف الارض واكن السلح كل اللي انا بزلته من الادراج دوت والمه والارض بتبقى نظيفة جدا ومتهارة زيها زي المزرقة زي السلكات بالزرقة يعني مزرعة نفسها انا بكل فترة برش على الجدران وامسحها كويس برضو برش عليها مطهر برش على الارض مطهر وامسح الارض بتلاقي المزرعة على طول مضيفة مزرعة عموما تخش المزرعة تلاقي المزرعة نضيفة سواء ارضيات سواء حيطان سواء سلكات انت بتمنع اي فرصة لانتشار الامراض او انتشار البكتيريا والفيروسات دخن المزرعة كده ان شاء الله نسبة 90% من الامراض باذن الله انت بعدت عنها مزرعتك مقفولة انت حاجتك دخن المزرعة نضيفة البنية تمام حسنا انا هكمل بقى الادراج جيب نفس الصريقة كلها حسنا انضيف الفضلات بعد كده ارش مطهر والله رحت جميلة فعلا يعني مطهر ومعطر في نفس الوقت حسنا انا امتحت الدرج واصل بكل اجزاء الدرج تمام الدرج طبعا من تحت 30 درج اعمل ازايا كده ان الدرج جديد نوفي كمان انا مش بكتفل كده يعني انا كل فترة باخذ الادراج بيت اخذها اخسلها في مية بالفيركون اس او مية بخل على الاقل تمام ارجع كعلا ان الدرج جديد عندي زبون شاكده سلك امسك الادراج باشا انا اضافها ارجعها جديدة نوفي ده هو النظافة والتطهير داخل المزرعة لكن انا بشوف المزارع تبقى متبهدلة جدا الدنيا بايزة الاكل عليه فضلات الفضلات اكتر من الاكل كمان الاكل في ارضية الافس كل ده غلط ده طير مش فاهم طبيعي انه ينزل يأكل من الفضلات فانت لازم تحافز على طيورك من انتشار الامراض ولو ترتعب يا سيدي في الطريق الثاني ما تساعدش ان العدوى تنتشر داخل المزرعة كده خلصنا اول مرحلة وهي الادراج من كده اخد ادراج معنا هنتأكد ان الادراج كلها كده بقيت تمان شايفين الازواج تبقى الفضلات تغيرها موضوع الفضلات ده هو من الفضلات هتعرف كده عندك تعبان كده اول حاجة واهم حاجة هي الادراج كده اول حاجة واهم حاجة نشوف الادراج فيديو المطهر ده جميعا فيديو مهم جدا يجب ان ترجعوا له والمطهر ده موجود عندكم باستمرار انا بعد المخلص دلوقتي كمان انا هبدأ اروش مطهر على الجدران نفسها هروش مطهر على الاوضيات بعد المشنس الاوضيات كده ايه كده ايه المدراج كثير مدراجة عاملة زي يا جماعة انا بتطمن تده ان البنية تمام عند المدرعة سيبت الطيور بقى يوم اثنين ثلاثة خلاص الادراج معي نظيفة الدنيا نظيفة عندهم اكلهم عندهم ميتهم سنبدأ الوقت مزاير الماء ان شاء الله سنبدأ بقى خطوة الوقت وهي السقايات ننمي بقى الفضلات دي كلها في جنب لحد لما نبقى الماء ان شاء الله في الاخر ثانية حاجة معي هي السقايات انا شغال قدامكم خطوة بخطوة بمنطقة تفصيل هنحطي سمايك بعيدة عني حتى نقدر اتحرك السقايات انا بعمل في ايه احنا انا بكوب مية بحطة مية وخلاص احنا قلنا ان اول حاجة لازم استهلكات نفسها تبقى متركامة السقايات نبقى نبقى السقايات السقايات متركامة واخدى الوان يعني السقايات هي جزئين بتوع السقايات متركامين وعند نفس الرقم والسقايات مثلا المطار واخدى اللون الاخضر السقايات الجديدة واخدى اللون الازرق تمام؟ هذه السقايات بتاع السلاكة الجديدة واخد اللون الأزرق السقايات بتاع السلاكة الأديمة واخد اللون الأورنج ومتركمة يعني كل سقاية تركب في العين العين بتاعتها السقاية لا تتغير من عند الطيور هي تركب لهم نفس السقاية انا عندي هنا فرشيتين تمام؟ اي فرشتين اثنان فرشة للثقايات هنبدأ ان ننظف السقايات الاول اقول لكم انا بعمل اي كمان طبعا لازم المياه تبقى من الفلتر انا اي مياه بستخدم المياه من الفلتر تمام ليه بستخدم المياه من الفلتر لان طبعا المياه نحن نشربها مش مضبوطة ويبقى فيها مشاكل كتير يعني انت لما تركب الفلتر وتشوف الفلتر بيعمل ايه هتعرف ان انت اصلا لازم تشرب من الفلتر ثم يبقى فيها صدر يبقى فيها رواسط بيتبقى راحتها متغيرة ممكن المياه اللي توصل لنا ما تبقاش مضبوطة فلت لازم تشرب العصافير من الفلتر لان انه عصافير حبيثة منعتها مش زي العصافير اللي في الطبيعة احنا نفسنا منعتنا وصفحتنا مش زي اجدادنا احنا نحافظ على نفسنا باننا كل حاجة لازم نشرب المياه من الفلتر طبعا المياه من الفلتر كمان انا كده بقلي الكولور اللي مخطوط على المياه الكولور اللي مخطوط على المياه ده هيبوز لك اي دول انت بتحطه هيفسد لك مفعول اي دول انت بتقدمه للطيور سواء فيتاسيد سواء هيدروسيد سواء مضادات حيوية سواء روافع ملاعة كالسام بيتامين لازم انت تستخدم على طول مياه من الفلتر وتبقى عادة بالنسبة لك حتى انا بعمل كده مع الحمام تمام اواريكم الازاز اللي انا باستخدمها الوقت اي اخش املاها من الفلتر واشتغل به تمام انا غسلت السقايات لو لاحظتم غسلت السقايات من جوه الاول تمام كويس جدا لا تبقاش مرايمة شايفين السقايات عملة ازاي يعني انا غسلتها اصلا السقايات ميطها نظيفة السقايات ميطها نظيفة لان انا بنظف على طول السقايات من فوق لا يوجد فيها اي رواصل الحتة اللي فوق دي حتة اللي فوق دي بيبقى فيها سواد انا بشوف السقايات ميطها صعب جدا عند الناس تمام تالت جزء معي اللي هو جزء القعدة بتاعت السقايات برضو هي مضيفة من قبل ام اكسلها بس انا برضو خلاص اتعودت اتعودت ان انا لازم اكسل السقايات كل مرة اش عارف اي بيناك ولا لا من الفرشة كده امسك السقايات اكسل كل حاجة في السقايات كده انا بمنع ان اي ريم اي تراثبات اي حاجة تبقى موجودة داك للسقايات تمام؟ السقايات من يوم اشتريتها لحد ما هرميها هي نظيفة كما هي السقايات نظيفة تماما ان اضافها جماعة مهم جدا عند الطيور هذا السقايات تمام؟ تمام؟ ملها من الفلتر مائكة ايها خالص اضافها 2 لتر انا احتاجة اكتر ايضا من لتر انا اضافها على لتر اضافها على لتر البيتاسيد اضافها على هيدروسيف لكي اضافها هذا البيتاسيد هذا البيتاسيد سأقول لهم ارث فيتاسيد طبعا ارث فيتاسيد يضع على لتر مية رفع مناعة وأنا جاي بالفيتاسيد فيتاسيد كالسيوم يعني هو فيه فيتاسيد وفيه كالسيوم نقفل بس المزرعة يعني انا بقفل باب المزرعة لكي لا يوجد لبان يخش لا يوجد حشرات تخش لا يوجد أي شيء في المزرعة لازم تحافظ على كل شيء في المزرعة حتى السلك انا بنظفه كل فترة انا بنظف السلك وبنظف الخشب ويبدأ ان ارشه بمطاغر يجب ان الدنيا تكون لديك مضيفة تحمي نفسك تحمي أولادك تحمي جرانك تكون لديك الدنيا تكون لديك الدنيا فيتاسيد كالسيوم نبدأ نضيفه تحمي تحمي كده ويضب بسرعة هبدأ بقى افسر بقية السقايات وبعد كده احط المياه في السقايات نفس السقايات كلها نفس السقايات كلها نفس السقايات نفس السقايات غسلت معي يستغل بسرعة بقى اعرفين كده لو انا في يوم مثلا لعرفت شغال المياه في الطيور مش مشكلة انا متطمن ان المياه مضيفة عند الطيور متطمن ان المياه باستمرار مزيفة انا متطمن ان المياه باستمرار مزيفة والله يا جماعة اهم ثلاث حاجات عندي في المزرعة التغذية النظافة الكرآن الكرآن النازم يشغل على الدكتور باستمرار تبقى حد عدة صوت عالي حد بجاء حاجة شارع الكلام ده كله العصفير يا باشا هنا تعلم لوحدها تمام هم مليهمش في اي علاقة طب العالم الخارجي مش حاسين باي اختلاف او اصوات لان امنا تعودين مني في صوت جنبهم شوت كنام ربنا احسن كنام في الدنيا وحاجة كعلا بتخلي فيه بركة في المكان يعني الكرآن ده عن تجربة وخلال المواسم اللي فاته والله العزين من الكرآن بركة جديدة جدا في المكان وبركة كمان لينا والاولادنا وميخالينا على طول فكرين ربنا وبنتدبر كل حاجة بتحصل حوالينا فانا يعني امباي القدين كده اشغاله على الكرآن وصيبه عنده الصيور طبعا انا كده كده عندي كهربا وعن الفيشة الفيشة ديك بقدر ان انا ايه موصل الشاحن اشحن التليفون اضيف اضاءة اضيف اللي انا عايزه بقى المزرعة ده العالم بتاعك كباش هعمل فيل انت عايز خلاص هنكمل السعيات كلها وبعد كده طبعا انت عارفين ان انا بضيف يوم حبوب وبضيف يوم طريقة ومستمش لكن الدوشة اللي في الشرع الدوشة واضحة جدا يا ربي يكون صوت الجميع لقيت صوتي انا بضيف يوم حبوب ويوم طريقة ومستمش هنهاردة هفدأ قديث مستمش انا كنت اضافة طريق اول انبارح فانا هفتت حبوب نهاردة هفتت ايه مستمش بالمة هنهاردة هفتت حبوب والنهاردة هفتت مستمش فانا هنعمل برضو المستمش معكم الفيديو هيتاول لمنها بس انا عايز اوريكم كل حاجة على الطبيعة اللي بيحب الطيور مش هيزهق مني وانا بطرجت يعني انا بطرجت هاوي مش بطرجت حد كده خلاص عايز معلومة لا انا هدفي ان اللي يتابعني فعلا يبقى هاوي بيحب الطيور ويعرف كل حاجة انا بعملها مع الطيور عشان فعلا يقدر الهاوي ممكن يبقى عنده جوز وممكن يبقى عنده مينة مفيش مشكلة خالص المهم انت تشتغل صحة مع الطيور انا كده او طبعا اهم حاجة ورده طول ما انت شغال عنده طيورة بتكت سقاية بتركب سقاية بتحط اكل تقول بسم الله ومشاء الله تمام يعني هو القرآن نفسه بيقول لنا ولا ولا اتبخلت ازل نفسك اقولت ماشاء الله هتشتغل معانا الوقت في الشت البطر فانت لازم تقول ما انت شغال عند الطيورة تقول ماشاء الله ربنا قلنا الاول ماشاء الله على طيورنا عسان ربنا يترمنا في طيورنا بازن الله فكلمة ماشاء الله كلمة ربنا يبارك كل الكلام دوت والله العظيم بيسرق جدا مع طيورة ممكن احنا نفسد حاجتنا ممكن احنا نفسد حاجتنا لو مستفسد حاجتك كلمة باسم الله هتمنى طيورة كبركة وهتمنى انتاجها كبركة وهتحميك من مشاكل وعمرات كتير يعني انا انا اعرف ان الناس بتبقى داخلها مستعجلة عن طيورها يقعد يخفل كده في السقايات يقعد ينضب كده في المدراج وده انا شفته بعيني في الفيديوهات الجديديني بلاي الدنيا من لغبطة خالص لأ لازم نراعي ربنا في الطيور ونعمل افتحنا على الطيور بس كلمة ده اخير سقايه كده اللي بتسيط داب معانا هبدأ عندنا احطر الطيور ونعمل السقايات كده نعمل السقايات كلها السقايات مضيفة جميعا من الفلتر الجنية جميلة بس السقايات من جوه السقايات مضيفة جدا والسقايات ده انا بس تعملها بقى لسنينة يعني ان شاء الله جيبه قريب او شاري بقى الزمان جديدة الله عظيم السقايات ده عندي بقى انا سنتين ثلاثة بس انا محافظ على حاجة انا بالتمرار محافظ على الحاجة بتاعتي مضيفة فيه هاي تلاقيه بعد شهر شهرين الحاجة الجديدة بتاعتي بقيت قديمة وجايزة ماهما منكسّرة كمان وديه هاوي تلاقيه لكي قيصد على حاجته بالس обязanين وده بكل ضد ده هي عمولة هناك حد منظمة منيحافظ على حاجته هي الهواية عازة كلها الهواية لطرقى Blog Show قلتوا يا جماعة عساجة الهواية ثاندUD صحرا π Hans Let's hearth تنظيم واستمرارية الاستمرارية والتطوير هينجحوك في الهواية الاستمرارية والتطوير التنظيم هيخليك متفوق في الهواية والله العظيمally سدقني التنظيم هو سبب التفاوض التنظيم في كل شيء التنظيم في حياتك إدارة الوقت تبقى أنت عارف أن فيه وقت معين من يومك مثلاً لطيورة إدارة الوقت تبقى عارف ايه تشطط المهم اللي عندك اللي انت هتوزعها وإيه منها عاجل وإيه منها غير عاجل وإيه منها مهم وإيه منها غير مهم وإيه اللي انت محتاج تعمله حالاً ومينتعش يتأخر مثلاً زي أكل والشرب طيور زي النظافة عند الطيور إيه عاجل فشوف لك لازم تبقى عندك ثقافة لإقدارة الوقت تبقى عندك كدرة على إنك تنظم حياتك عموماً ما يبقاش فيه وقت مهدور في حياتك حتى الوقت المهدور تقدر تستفيد بيه تقدر تستفيد بيه لأن الوقت والصحة الحاجتين اللي مش هنعوضها تاني الحاجتين اللي عمرك ما هتعرف تعوضهم في حياتك هو الوقت والصحة الوقت والصحة دول بالنسبة لك الحاجة الوحيدة اللي لما بتروح اليوم اللي بيعدي مش هيرجع تاني صحتنا اللي بتروح عمرنا ما هنعرف نرجعها تاني أي حاجة تانية تتعوض أي حاجة تانية تتعوض غير وقتك وصحتك فأنت لازم تبقى عرف كيف تستثمر وقتك وكيف تستثمر صحتك لأنك هتتحاسب عنها هتتحاسب عن عمرك فيما قضيته وعن صحتك فيما أثنتها يعني انت عملت ايه بصحتك وعملت ايه بوقتك هل انت فدت نفسك وفدت غيرك وفدت أمتك ولا لا اعذروني ان انا ايه يعني بعيدت شوية على الموضوعنا كده احنا خلصنا لايه السقايات هبدأ بقى ان انا بعد ايه دي بلاستيكية صغيرة ايه بننظف فيها السقايات وابدأ ان احضر المياه الجديدة تمام كده السقايات جاهزة معي برضو السقايات هترجع بعلوانها بأركامها تمام تمام اخر حاجة معنا كده هي المستندة طبعا ان شاء الله باذن الله هعمل فيديو عن العشوش لوحدها هنضيف العشوش وانك ازاي تشيل الزغاليل وازاي ترجع الزغاليل وازاي ان انت تبدأ تتغير الفرش بتاع البياضة وفي وقت القياس جدا كل ده هنعمله في فيديو بإذن الله لما الطيور تبدأ تمتج وجافيه انتاج ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نغير فرشة البياضة من وليسة الزغاليل حتى مرهيشتش انا بسيبش البياضة التوسق عند الزوج بسيبش البياضة حتى تبقى الفضاءات مبهدلة الدنيا لا انا على طول باستمرار بغير الفرش بتاع البياضة الفرش البياضة الصدى في الكيلو باثنين جنيه الصدى في الكيلو باثنين جنيه اثنين جنيه ونصف ففرش البياضة لازم تغيره باستمرار وتخلي الدنيا عندي تورخ نضيفة باستمرار كده عرفنا ايه همية المطهر وزاي بناستخدمه في تطير الادراج ممكن بقى تيجي انا بقى اعمل كده في مزرعاتي عموما وانجاي رشش على الجدران كلها تمام نبدأ ان انا طهر المزرع بالكال حوالين القفاص حتى القفاص الفضاء انا مش تايبها فضاء بداخلي قفاص اخسله اخسله تماما اخسله الدرجة من تحت الدرجة اخسله كل حاجه تمام طبعا البياضات انا برش عليها باستمرار يعني البياضات تمام لا تجد deficit لا تجد كبوت لا تجد mini لا تجد دبان لا تجد أي مزرعة لانه انت مزرعتك باستمرار انت بتجد كل شئ في المزرعة انت واقف مرتاح في المكان المكان ليس متوسخ طبعا الفتاة ليس هتنظر فأجيب انا سلكة وابدأ ان اخسر كل هذا وابده الارض بمساحها بعد مخلص المياه والاكل الموضوع اخذ وقت معي اليوم عشان انا بشرح لكم لكن انا لو مش بشرح مجرد ان انا وايس بس كده اسمع كلام ربنا واشتغل بسرعة موضوع ما باخدش وقت كده احنا خلصنا المطهر اهو شوفوا المستنبت اهو ما شاء الله والله العظيم انا قدامكم مع الطبيعة كل حاجة قدامكم مع الطبيعة تمام اهو المستنبت اهو ما شاء الله ربنا يبارك يا رب ده المستنبت ابدأ ان انا فضي المستنبت اهو ده المستنبت اهو المستنبت اهو المستنبت اهو المستنبت اهو ما شاء الله ده المستنبت اهو المستنبت اهو المستنبت اهو المستنبت اهو يا رب يكون واضح معاكم ده المستنبت اهو واضح الناس ده المستنبت اهو ما شاء الله ده جماعة اهو المستنبت اهو ما شاء الله ترمس المطحون هذه هي خلطة البودر التي أضيفها على المستنبت أو على الخضروات ثانية حاجة معي خلطة التعفير معلقة ملح كبيرة معلقة كسبرة معلقة كمون وطرف معلقة جنزبيل وقرفة وكركم وطرف المعلقة بس تمام؟ وبعد ذلك غير خلطة التعفير نضع إضافات مثل المورنجة مثل حبوب الطاقة حبوب الطاقة أهمها بالنسبة لنا بزر الكتان حب الرشاد بزر الجرجير بزر الفجل الينسور هذه أهم شيئة أضيفها دائما على حبوب الطاقة مورنجة فوائد مهمة جدا انت بتدي فيتامينات متنوعة للطيور باستمرار هذه المورنجة أعتبرها فيتامينات وأملاحها معادل متنوعة كل شيء يحتاجها وأكثر من الكلسام وأكثر من فيتامين سي في المورنجة فأنا لا أقوم بقطعها على أي شيء ممكن أن نضيفها حبوب الطاقة قلنا المورنجة لتحكيز الطيور لتحكيز الطيور لا تضع أي محفزات ويها سيلينيام لا لا أستطيع أن أضع بشكل طبيعي سواء الخضروات مثل البنجر بروكلي مثل الجزر مثل الكوسة هذه الأشياء التي أعمل بها دائما في الخضروات سأعمل بشكل مثل جنين الأمح ممكن أن أضيف طلع النخل وحبوب اللقاح كل هذه الأشياء أعمل بها جنين الأمح حبوب اللقاح طلع النخل وخميرة فورية كيسة فورية كيسة كميرة فورية أبدأ أن أقلل كل هذه الأضافات مع الأكل الطير محتاج أخر لو أنت تفعل هذا يعني أنا أعرف 99% أو 9 من 10 من الهواء إلا ونرحب يا ربي لا يعمل تغذية مع الطيور وقال للطيور بتملح أو كساح أو منعتها ضعيفة والطيور على طول مسيفة قلنا التسيف هو عبارة عن ضعف تغذية يا إما مرض يعني التسيف في حد ذاته هو سببه يا إما ضعف تغذية يا إما بطير عنده مرض فطير بدأ يخصي لأنه امتنع عندك وش أطول عليكم يلا بنا نطلع نجيب التواجن ونضع المستنبض حد كده شاطر يقول لي ما لن كل هذا لا تكفي لا تركيب الآن أربع الطيور بالدخول بعد أن الطيور تأكل بساعة أطلب الساعة سعطي أطلب الساعة سعطي أجل أن الطيور كان سأضد كده سأتي لدى ما حتى الاكل أصبر ساعة كدا بعد الاكل سأتي على كده ساعة ساعتين بعد كده سأتي لدى ما انا حتى المسائي بعد ساعة او ساعتين كيف يحصل التور ستشرب انها ساعتين لدى ماي وستشرب وهي أكله جيد وشربه جيد سأتي أنت تعمل بمجرد بطائما مع تورك ، ساعته حتى يكون جيد بإمكانك تشرب جيد سنأتي المنجل علبة الثالثة نفضي بواقي الأكل اللي موجودة في التواضن نمسح الفكينة نبدأ ان نفضي بواقي الأكل يجب أن نضيف الطاج النظيف تماما طبعا من الخبرة ايضا لا يحتاج معلقة المعلقة موجودة لكنها لا يحتاج المعلقة سأضع الأكل بأيدي وهم المستنبت لو ستطلهم معلقتين سيأكلوها لو ستطلهم ثلاث معلقتين سيأكلوها عند الطيور بتعشق حجس مال مستنبت طبعا شايفين؟ الطري يعتبر وكنين الطري كله هجب بقى بقية التواجن هجبكم معي دي التواجن ايه طبعا شايفين؟ لا يوجد شيء في الطواجن والطواجن نضيف الطواجن نضيف طيب انا كل فترة وقام جاي بالفرشة الثانية طبعا شايفين طبعا شايفين كما سأخسر السقايات وأنتخدم التواجن كلها فأنتخدم كل اسبوع مثلا نسك التواجن كلها لما تشاهده الطواجن نضيف هجبنا ايه؟ والطيور شغالة والطيور شغالة في لصة الطيور لا يوجد لديها سندغليل او انتظار ماشاء الله ربنا بارك في طيورنا وطيورك يا رب انا اعمل الفيديو بكل التفاصيل التي انا اعملها خلال يومي اللي هقدر اصرعه في الفيديو هتصرعه بإذن الله يعني ان الحاجة اللي هقدر اعديها في الفيديو تحس برضا ان احنا ما نتقودش وقت الفيديو ابدأ ان انا اصرعها بإذن الله فعلا لازم تشتغل كده مع طيورك لازم تشتغل كده مع طيورك ماشاء الله ممكن بقيت المستنبت ده انا احطه في المصفى واسيبه بكرة عادي لا يوجد اي مشكلة اخد بقيت المستنبت احطه في المصفى اتدركه في المصفى ويتغسل غسلة سريعة ويتحط عليه الفوطة المبلولة لحد بكرة او بعد بكرة لحد ما يجي وقته تمام؟ اريد ان تحفظ المستنبت اللي جاي ده في كيسة في الثلاجة مفيش مشكلة ممكن المستنبت ده تفضيه في كيسة نظيفة وتن جاي احطه في الثلاجة لحد ما تحتاج تستخدمه بس انا باستخدم المستنبت اول باول بس يعني الطيور ما عادتش كتير زي الاول فماش بحتاج ايه كميات كبيرة زي الاول ده كده اتكلمنا عن الاكل واتكلمنا عن النظافة اتكلمنا عن المسائي وتقريبا الفيديو شامل كل حاجة انا بعملها لطيوري معاكم بمنطقة تفصيل ما بخلتش عنكم اي حاجة اللي عنده استفسار يبعتلي في التعليقات التعليقات هتساعد غيرك ان يشوف المعلومة وشكرا ليكم ولو الفيديو عجبكم هتبخلوش علينا باللايك اخوكم احمد براي من قناتكم هوا عصفير الجنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته